هذا كتاب يعتمد من الكتب الحقيقة العالية وشرق وغرب وانتبع به أمم من طلبة العلم بالذات قاصري علم الاعتقاد وبالذات من أراد منهم ضب باب الأسماء والصفات العلامة بالعثمين رحمة الله عليه له كتاب عظيم جدا باسمه القواعد المثلاء في أسماء الله وصفاته الحسنى كتاب طارت به الركبان وغرب وشرق الكتاب الشيخ رحمة الله عليه هذا صنفه تصنيفا يعني من قلمه هذا ما فرق ترى أكثر كتب الشيخ تطبع ترى تفريغات أما هذا لا هذا جلس عليه طبعا في قصة حصلت له التهم فيها هو رحمة الله عليه بشيء معين قصة كانت معروفة يعني فصنف هذا الكتاب ليظهر اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات هو خاص بهذا وقدم له سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيم بازر رحمة الله عليه مقدمة مشهورة المقصود هذا الكتاب اللي هو القواعد المثلاء ظهرت له بعد ذلك عدد من الشروح من أجلها وأحسنها وأمتعها وأوائلها هذا الكتاب الذي عنوانه المجلى في شرح القواعد المثلاء في صفات الله وأسمائه الحسنة طبعا لأختنا الفاضلة كامل الكواري لها اعتناء كبير بكتب الشيخ بن عثيمين هذه له القصة هي إيش لخي تعتني رأت رؤية في المنام رأت الإمام أحمد تقول ورأت شيخ الأسلام تيمين ورأت بن عثيمين فظاهر أنها أعطيت كتاب الشيخ بن عثيمين اللي هو الله سلم على الشرح الممتع أو شيء من ذلك وقيل لها أنه هذا نور لكي وبركة أو شيء من ذلك الأولة فتفرغت أو كبت على كتب الشيخ فشرحت هذا الكتاب واختصرت ثم بعد الشرح الممتع ونحو ذلك طبعا هي يعني وفقها الله طبعا هذه ترى لها مقدمة يعني حتى يعرف الإخوة لها مقدمة في الكتاب هذه نثرت أو معصح نظمت القواعد الشيخ المذكورة في الكتاب هذا هو النظم هذا هو النظم في مقدمة النظم ذكرت الرؤية وأنها هي سبب التعليف في مقدمتها قالت حفظني لفعل أشبابه لمثلها اللي بيبه لا يرتابه فأولا رأيتني في النوم وذكرت الرؤية فالمقصود وقدم الكتاب لها شيخين فاضي لأن الشيخ عيد ذكرني وكان تقديمه أدبيا كما هو معروف من طريقته وفقه الله والثاني العلامة شهر عبد الرحمن المحمود يقول قراته أولا كقراءة كان فيه خاطر وأنه كثائر الشروح المعروفة يعني يتصيدون أو معصح يقوم بشروح مثلا للكتب قال لما قرأته إذا بيه لا شرح آخر يختلف عن الشروح المعتادة فرجع وقرأوا من جديد بالتفصيل وكتب كتابة ممتازة في مقدمة أثنى عليها ثناء عاطر أختنا الكفاضلة كاملة كواري حقيقة جمعت من علوم الآلة شيء كثير هذا مكنها يعني تمكنها من علم اللغة والنحو علم اللغة محاولة النحو والبيان والصرف ثم تمكنها من قضايا المنطق والكلام ومعرفة اعتقادها للسنة والمخالفين هي العلوم التي قد يزهد بها بعض طلاب العلم وللأسف رغم أنها علوم مؤسسة وتفيد يعني وهي لأنها تضلعت من هذه العلوم استطاعت تخرج مثل هذا الشرح الجميل وعلى اسم الكتاب المجلى يعني هي تجلي ما يمكن أن يكون غامضا في مثل هذا الكتاب طبعا الكتاب قاعدة بن عثمين من المعروف أنه كان يقعد قاعدة يقول قاعدة الأولى كذا وهو يشرحها ويمثل لها طبعا هي قالت أن المشروح الواضح لن أقف عنده إنما وقفت عند الغامض أو ما يحتاج إلى بيان أو إلى شرح أو نحو ذلك فإذا مرت قضية تحتاج إلى توسع جعلته ملحق بعد القاعدة وأطالت يعني مثل الدلالات دلالة المنطوق والمفهوم دلالة التضمم والالتزام احتاجت به إلى توسع وبيان معاني وتمثيل فطولت في ذلك هي تقول أيضا أنا وثقت الأقوال والأبيات وخرجتها ونسبتها وشرحتها وحتى أقوال الطوائف الأخرى المخالفة لأهل السنة كالأشاعة المتريدية بل تقول أن أوغلت في ذلك ويتكاد تستوعب قال السبب ذلك بسبب أمرين الأول أن ليس كل ما عندهم باطل هناك من الحق حتى يظهر أننا نتوافق أو يتوافق مع أهل السنة فيما هو حق والأمر الثاني أن بعض الناس لا يتقبل إلا من أمة طائفته أو من جماعته فقالت مثل هذا لعله يغريه إن شاء الله أن يقبل الحق إذا كان ناس ما ها ولا إلا إمة طي العموم هذا الكتاب الحقيقة من أنفس الشروح التي خرجت وهو مليء بالعلم وقد نثرت العلوم فيه نثرا تجد فيه الحديث والتاريخ والتفسير وعلوم اللغة كلها ما شاء الله تبارك الله الحقيقة ليت توجهت إلى مثل هذه الأبواب يعني الشيخ معده له رسالة صغيرة في شرح متعتقد أهل السنة ليت أكملت الباب مدام عند القواعد المثلة ولها كتاب جليل ترى هو الذي صلت الضوء عليها من قبل طلبة العلم و أهل العلم وهو كتاب التسلسل وها قضية التسلسل من القضايا الشائكة عند المتكلمين معروفة فكتبت فيها مجلد كامل كان قدم لها الشيخ العلامة الشيخ سفرح والي يالله حفظه وشفي وعفي بكلام متين جدا و أثنى عليها قل ما كنت أتوقع أنه إمرأة سوف تتصدى مثل هذه المسألة لأن الرجال ينسحبون منها أصلا فوفقها الله الحقيقة يعني لأنها يعني هي اعتنت بعلوم الآلة وتمكت من هذه العلوم فكتبت ونحن إن شاء الله نتضمنها المزيد إن شاء الله طبعا هذا الكتاب خرج من فترة طويلة لكن هذه طبعته جديدة طبعة تقريبا الطبعة الثانية لهذا الكتاب طبع قريبا عن داري بن حزين